بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شكراً سيد الوزير على الاستضافة وشكراً أخوات والإخوة الصحفيين على الاهتمام ديالهم وعلى المتابعة الجدية والتغطية لجميع الأحداث وبما فيها الأحداث الأليمة والتحاليل اللي كانت وطبيعة الحال أنا اليوم اللي جيت باش نتكلم لكم على المرسوم جيت باش نتكلم لكم على المرسوم اللي تمت المصادقة عليه هاليوم في مجلس الحكومة واللي عنده علاقة بالحوار الاجتماعي اللي هو المرسوم ديال الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية كيفما كتعرفوه عندنا واحد الاتفاق الاجتماعي كان في أبريل 2022 هذا الاتفاق هذا عطا واحد العدد ديالالتزامات منها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كانت تكلموا عن القطاع الخاص في مرحلة أولى السنة الماضية في شوتنبر من سنة 2022 وهو ما تم بنسبة 5% بالنسبة لحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية صناعة والتجارة والخدمات وعشرة في المياه بالنسبة للقطاعات الفلاحية القطاع الفلاحية لنا كيفما عرفتوه لسماك قل من سميك وعندنا واحد الإرادة على مستوى الحكومي من أجل توحيد هذا الأجر في القطاع الفلاحي والقطاع غير الفلاحي وهو أمر كي يطلب واحد شوية ديال الوقت لأنه الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي رأى نازل يعني بزافة تقريبا واحد ألفين درمان أنا أعطيكم فبعد ذلك في هذه السنة هذه وبعد المشاورة بطبيعة الحالية الفرقة الاجتماعيين والتزاما من الحكومة على أنها تنفذ التزامات ديالها وحرصا من الحكومة على أنها تنفذ التزامات ديالها تم اليوم المصادقة على هذا المرسوم وبذلك تيدوز لحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية معنا في المصانع أو في التجارة إلى آخره كيوصل لـ 3,120 درهم تقريبا في الشهر 3,120 درهم تقريبا في الشهر ليو لا بعد هذا الرفع هذا ديالها 5% ديالها السنة هذه اللي غنزيده على 5% ديالها السنة اللي فاس إذن قبل ما نديره وقاع هذا شي ديال سميك كان الأجر هو 2,828 درهم قبل شوتنبر من سنة 2022 كان 2,828 درهم بعد الرفع الأول في السنة الماضية أولا 2,970 درهم وبعد هذا الرفع هذا 3,120 درهم بالنسبة للونت لأنه لأنه يعني واحد الجزء منه يخلص الأجير كمساهمة دياله في التغطية الاجتماعية لونت اللي كي يبقى عنده بعد المساهمة دياله ما كنتكلمش على المساهمة ديال المشغيل لأنه إذا كنتكلمه اليوم على 3,120 درهم ديال الأجر لحد الأدنى للأجور أراها المشغيل كي يخرج من عنده تقريبا 3,700 درهم زي دا شوية 3,700 درهم باش كتوصل الأجير هذه 3,120 درهم لأنه كنا واحد المساهمة في التغطية الاجتماعية ومنلي هذا الأجير حتى هو كي خلص هادك المساهمة دياله ديال الأجير ماشي ديال المشغيل كتبقى عنده 2,900 درهم أه 2,900 درهم تقريبا إذا درنا واحد العمل مهم باش نشوفو ماذا تطبيق هذا الأشخاص يعني مش الرفع فقط من الحد الأدنى للأجور ولكن الحد الأدنى للأجور في البلاد اللي كتعرفوه أنه واحد العدد كبير ديال يعني ديال الناس اللي تشتغلوا ما تيكونش تصريح بهم لكامل شهر وبالتالي من اللي كتجي تشوف ذاك الأجور اللي كيشدها هادك الأجير كتلقاها ما وصلش لحد الأدنى للأجور ووقينا على أنه يعني ما بين يناير ويوليوز في 2023 تقريباً مليون وربعمية ديال الأجور اللي خدامين يعني ما وصلش للسميك تقريباً تسعود وثلاثين في المياه ديال الشغيلة اللي كيناه المصرح بها كنت تكلمش على القطاع غير المهيكل المصرح بها يعني في القطاع المهيكل تسعود وثلاثين في المياه تقريباً تسعود وثلاثين في المياه هذا ما كيعنيش على أن هاد الناس عندهم الحقوق ديالهم مهضومة أبداً يعني أنه ربما ما تيخدموش شهر كله وبالتالي درنا واحد العدد كبير ديال التفتيشات وتأكدنا على أنه المقاولات إجمالاً يعني إجمالاً كلها احترمات من الحد الأدنى للأجور وكان واحد العمل دقيق مع النقابات بشأن الطريقة اللي درنا درنا جوش ديال الوسائل أولاً درنا التفتيش من خلال الجهاز ديال التفتيش هنا تقريباً خمسمائة مفتيش في المملكة بشأن ودرنا اللي كان جيون ديروا التفتيش كان اختاروشنا هما يعني المواضيع ديال التفتيش بشأن عطيوا لها واحد الأولوية في هاداك العملية ديال التفتيش وبطبيعة حل بما أن الحكومة اخدت القرار ديال الرفع من الحد الأدنى للأجور لسنة الماضية كان لزاماً علينا أنهم واحد المواضيع الأساسية نتأكدوا أن المقاولات وكني نقول لكم أن المقاولات إجمالاً احترمت يعني ما نحتاج لحالة ديال عدم الاحترام ديال الرفع ديال حد الأدنى للأجور بشكل قانوني وكذلك قدرنا الطريقة الثانية للعمل هو خدمنا مع النقابات كلها من خلال تواجد الميداني ديالنا على المستوى الأقاليم وعلى مستوى الجهات باش إلا كانت ولو حالة وحدة اللي فيها يعني شيكاية اللي كتقدر تدوز مرور الكرام في إطار المساطر العادية كتطلع للوزارة باش كنتأكدوا على أن المقاولة راها فعلاً وكنكونوا صارمين في هذا القادم إذن المعلومات اللي أعطيتكم ثلاثة هذه المعلومات الأساسية المعلومة اللي أولا راكم شفتو الأرقام بالنسبة لسمي كنا نعطيكم سماك تانياً أنه للرافع من الحد الأدنى الأجور تم احترامه من طرف المقاولات تالتاً كيبقى كين واحدة عندنا واحد تحدي هذا وليد اليوم هذا واحد تحدي ديال على أنه نزيد ونتعبؤوا باش الناس اللي كيخدموه يخدموه شهر كامل باش الأجراء اللي تيشدها تكون واحد الأجراء اللي هي ديال هاد لحد لأدنى الأجور هادا باش يستعجب على الأقل أضعف يعني الاحتياجات اللي كينا وكما عايدناكم زيماة الحكومة الفكرة يا لغة صراحة باش تعرفوا زيماة شنو اللي درنا وشنو التحديات اللي بطبيعة الحالح تحنا مازال كان نواجهها باش بنسبة لسميك العالم يعني المجال الفلاحي لحد لأدنى الأجور في الأنشطة الفلاحية سماك ما تيكونش بساعة حيث سماك تيكون بساعة سماك تيكون بالنهار فالنهار كان قبل ما نديروا الرفع من الحد لأدنى الأجور في القطاع الفلاحي كان 76 درهم و 70 سنتين النهار كتعطيك في الشهر إلى خدم الإنسان الشهر كامل كتعطيك 1994 درهم هاد شي قبل ما تدير الحكومة حتى الحاجة ما تدير الحوار الاجتماعي في شوتمبر الماضي تزلنا من هاديك 76 درهم فاصيلة 70 تزلنا لـ 84 درهم فاصيلة 37 10% وصباح في الشهر تزلنا من 1994 درهم لـ 293 درهم تقريبا واحد يعني 200 درهم ديال الفرق ولكن مع هذا الرفع هذا الجديد تزلنا في اليوم 88.58 درهم كانت 84 دزلنا لـ 88 ولت الأجرة الشهرية هي 2303 درهم هذا هو يعني إجمالا زادت تقريبا واحد الـ 400 درهم يعني ما بين السنة الماضية وهات السنة هادي لأنها 15% تلوسمك ولكن تلوسمك ولكن تلوسمك ما كافيش نحن رأى عندنا التزام في الحكومة لأنه سنستمر في كل سنة من الرافع من الحد لأدنى للأجور في المجال الفلاحي وخصوصا السهر على الطبيق دياله وراكم فهمتوا ده بالتقنية هي العدد ديال الأيام التي يتم تصريح بها يعني إن كلك تحتار بالقانون ولكن نسمي هذا وليك فالعمل ديالنا هو هذا طبيعة الحال كين معادلة اقتصادية في كل مقاولة إذا ما هذا الشيء هذا الواقع ولكن كذلك واحد العمل من أجل التصدي ولكن الحمد لله كانت واحدة استجابة مواطنة ووطنية في هذا المجال التحدي في العالم الفلاحي ما زال كبير شوية ما زال عنا تقريبا واحد 300 ألف من المصرح بهم ما زال خصو ما يوصلوا لهذا السميق بتنقول نعونا نقول لكم ما شي خرق للقانون ولكن إشكاليات تصريح في جميع الأيام ديال الشهر ترجمة نانسي قنقر